حينما تكون الكتابة رسالة والقلم أمانة فإنك قد تضمد جرحا وتمسح دمعا وتطهر قلبا وتكشف زيفا تكون فكرا وتشعل شمعا وتضع بصمة من هذا المنطلق كان كتاب الشاب عبد المجيد الخضمي والذي عنونه من شجرة أقلام طبعا كتاب من شجرة أقلام كتاب كان جاهز من 2016 ولكن لسوء الأوضاع في البلاد والسوء الأوضاع في دور النشر وتوقفت بشكل معام فتم تأخير هذا الكتاب إلى 2021 الآن أنا ككاتب أكتب في الكتاب الخامس وليس الأول ولكن ما كان فيش حد ممكن يأخذ بيدك يقول لك أعطيني كتابك بطبع لك أو كذا إلى آخر الآن الحمد لله طبعا الكتاب الأول وإن شاء الله الكتاب الثاني والثالث والرابع يخرجوا إلى النور إن شاء الله في أقرب العاجل حروف دوانها منذ أربع سنوات لترى النور عبر معرض مأرب للكتاب والذي كان منصة لكثير من المبدعين والكتاب منهم عبد المجيد رسالتي للشباب الكتاب بشكل عام لا تيأسوا كتبكم بتخرجي للنور يصبروا واستمروا في الكتابة الكتابة فعل ضد الموت مهما كان اليوم ممكن ما تخرجش للنور غدا بعد غدا بتحصل من يأخذ كتابك من دار ناشر من مكتبة إلى آخر وإن شاء الله توفيق لكل الكتاب لم يكن للأغصان التي سقاها عبد المجيد لتثمر لولا مساندة أسرية تمثلت بزوجته التي وقفت إلى جانبه كي يخطو نحو النجاح نجاح يجني ثماره اليوم في البداية كانت فكرة الكتابة قديمة جدا أفكر فيها بجدية عندما انضمنا لمجموعة أدبية فأحب أنه يعمل شيء للمجتمع أنه ينقل أفكار جميلة وأفكار قوية وأفكار تفيد الناس تفيد الشباب تفيد العالم بشكل عام بين الفكر والروح والصحوة كان كتاب الشاب عبد المجيد الخضمي فقد كتب للروح وطريقها للرقي نحو السماء وللفكر ولكل شيء جميل فلا جمال كالقراءة والكتابة خليل المليكي سهيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة